في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في العاشر من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة تحركت مواكب الإيمان مواكب النور مواكب الفتح مواكب ترتب عليها تغيير الأرض كاملة إنها توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها وفي الحقيقة أنه في العام السادس في صلح الحديبية كان الفتح أو المفتاح للفتح في ذلك الصلح لأن النبي عليه الصلاة والسلام بصبره وأناته وبعد نظره وحسن تدبيره الذي دبره الله فيه وبصره عليه كان قد فعل فعلاً هيئاً هذا الأمر لفتح مكة المكرمة وفي السنة الثامنة كان ذلكم الفتح يا أيها الأحبة ثلاثة أحداث وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والله غيرت مجرى التاريخ الحدث الأول هو هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة لأنه يوم أن انتقل من مكة إلى المدينة أصبح لهذا الدين دولة وأصبح لهذا الدين مكان يأوي إليه طالب الأمان الذين يريدون أن يعيشوا تحت ظلال هذا الدين يريدون أن يعيشوا مسلمين يريدوا أن يعيشوا عابدين لله رب العالمين والحدث الثاني هو غزوة بدر الكبرى والحدث الثالث هو فتح مكة ومن بعده تغيرت أحداث الأرض وانتشر هذا الدين في فياف الدنيا وجبالها ووهادها انتشر نور الله الذي اعتنى بإخراج الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا ومن جور أولئك الذين كانوا يظلمون الناس إلى العدل والسلام والأمن لهذا الإنسان من يقرأ تاريخ البشرية في القرن السابع الميلادي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عربهم وعجمهم سيقرأ عجباً وكل ذلك مما أجمع عليه كل كتاب التاريخ وكل كتاب الحضارة أن البشرية كانت تعيش حالة من الظلم والقهر والغلبة والتسلط والإذاء إلى أن بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام فأرسى قواعد العدل ووضع نظام الخير والرشد وأن يقوم الإنسان بعمارة الأرض ولكن وفق منهج الله عز وجل وقد كان ذلك فلم يمضي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام أكثر من خمس وعشرين سنة إلا وقد أصبحت ثلاثة أرجاء المعمورة القديمة عندما نقول معمورة القديمة قبل أن يكتشف الناس الأمريكتين وأستراليا ونيوزريندا أصبحت يعني تطبق علي أو أصبحت بفضل الله تستنير بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله وظهر فيها العدل وإذا أردت أن ترى صورة من هذه الصور أنا أقدمها لك كصورة جلية واضحة قبل وصول المسلمين إلى مصر كان هناك ما يسمى بالحرب الدينية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرذوسية وقتل من المصريين المئات كما يقول ذلك كتاب الحضارة وتاريخ الحروب الدينية سلهم وهم يحدثوه كانوا يأتوا بالرجل من المصريين ويضعوه في خيشة ويضعوه في مكان عنه وقلت تتحول إلى كاثل يقول لا فيرموه في النار وصاحبوه بجواره يرى ماذا يفعلون به ومع ذلك لما دخل عمر بن عاص ما أكره أحدا على هذا الدين ولا قال لأحد كن مسلما لكنه وضع فصطاته وبدأ يمارس المسلمون حياتهم وخلقهم وصدقهم وعدلهم وكانت النتيجة يكفي أن ترى تلك الصورة يوم أن تسابق رجل مصري مع ابن عمر بن العاص فسبق بن عمر فضربه بصوده وقال أتسبق وأنا ابن الأكرمين فخرج هذا المصري إلى المدينة يشكو ولد الأمير ولد عمر بن العاص فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي يمثل العدل الذي تعلمه في مدرسة هذا الدين في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعوا عمرا وأن يدعوا ولده من مصر وأن يأتوا فلما جاء قال يا مصري أو يا قبطي قبطي مصري والمصري قبطي ترى كلا هما واحد إياكم أن تظنوا أن القبط يعني لنوع معين أو لطائفة معينة لا لا كل مصري قبطي فقال له يا مصري أو يا قبطي ماذا فعل بك هذا ما هي دعوات قال تسابقت أنا وهو فسبقته فضربني فقال قال خل الصوت واضربه كما ضربك وأخذ الصوت وضربه حتى قال اشتفيت قال زده قال لا أخذت حقي فالشاهد في الأمر رأى الناس العدل والرحمة والأمان والطمأنينة وكانت النتيجة أن يدخل المصريون كلهم في دين الله وأن تصبح مصر حصنا من حصون هذا الدين وستبقى إلى يوم القيامة وكذلك غيرها من البلدان لما خرج المسلمون من السند فبعد ما فتعوا وحكم عليهم قاضي عمر عبد العز أن يخرجوا لحقهم الناس يبكون كانوا عودوا إلينا فالشاهد في الأمر أن المسلمين انتشروا في الأرض لينشروا المحبة والسلام والأمان والعدل وعاش الناس تحت ظل هذا الدين في أمن وإيمان وسلام وازدهرت الدنيا وكان ذلك بإيذانه وبدايته مثل هذا اليوم يوم أن خرج عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأطهار الأبرار من المهاجرين والأنصار ومن كان معهم إلى مكة لفتحها خرجوا في اليوم العاشر وفتحت مكة في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك بارك الله فيكم وتوالت الخيرات وسيبقى هذا الدين ما بقي الليل والنهار أصبح يا أحبابي هذا الدين جزء من ملكوت الله الكوني هذا الدين جزء من ملكوت الله الكوني كما أنك ترى الشمس لا غنى لأهل الأرض عنها وترى الأنهار جارية تسكي الأراضي وتعيدها خضراء بعد قحل بارك الله فيك وكما ترى الجبال الراسية لتثبت القشرة الأرضية وكما ترى الأفلاك في مسراها لا تتغير إلا يوم أن يقول الله يوم نطو السماء كطيس جل الكتب هذا الملكوت في ثباته جزء منه شيء اسمه الإسلام الذي قال عنه ربنا عنه رسول صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعزي عزيز أو بذل ذلي الإسلام هو الرحمة الإسلام هو المحبة الإسلام هو العدل الإسلام هو من يفجر في الإنسان الطاقات الإيجابية لكي يعمر الأرض وينفع أخاه الإنسان وخير الناس أنفعهم للناس جاء هذا الدين ليكون خيراً لكل أهل الأرض أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يجري على أيديهم الخير لأهل الأرض يا رب العالمين